قصص آدم وأولاده من الخلق إلى زمن إدريس عليه السلام مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنستعرض فيه قصص آدم وأولاده ونستكشف تفاصيل مسيرة حول هؤلاء الأبطال الأولين ونسلهم والآن دعونا نتعرف على أسمائهم وعددهم ومن هو الذي كسر نسله وتكاسرت زريته أولا آدم وحواء بدأت قصة البشرية مع خلق آدم وحواء وفقا للتقاليل الدينية خلق الله آدم من تراب الأرض ونفخ فيه الروح ومن ثم خلق واء من ضلع آدم ويعتبر آدم وحواء هم الأجداد الأولين للبشرية ثانيا أولاد آدم آدم وحواء أنجبا عددا من الأبناء وتختلف التقاليل الدينية في تسمية هؤلاء الأولاد ومن أشهرهم قابيل وهابيل وشيث وأزور وغيرهم وتشير بعض المصادر إلى أن عددهم بلغ عشرين ابنا وابنة ثالثا قصة قابيل وهابيل قصة قابيل وهابيل هي واحدة من القصص الشهيرة في التقاليل الدينية حيث يروى أن قابيل كان راعيا للغنم وهابيل كان فلاحا يزرع الأرض قدم كلاهما قربانا لله إلا أن الله قد قبل قربان هابيل ورفض قربان قابيل وبسبب الغيرة والغضب قتل قابيل أخاه هابيل وهذه كانت أول جريمة في التاريخ البشري وإليكم بعض التفاصيل التي رويت في سبب تقديم ذلك القربان كان من وحي الله لآدم عليه السلام أن زوجته حواء ستلد في كل بطن توأما ذكرا وأنسا وأمر الله آدم أن يتزوج كل ولد له من أخته في البطن الذي يليه فكان من أوائل البطون قابيل وأخته إقليما ومن ثم جاء هابيل وأخته لبودا فكان في الشريعة ومما فرض على آدم وزريته أن يتزوج كل من قابيل وهابيل أخت الآخر وذلك حفاظا على النوع الإنساني ولكن كان التوأم قابيل أجمل من توأم هابيل وعندما طلب آدم من أبنائه إتمام ذلك الزواج أبا قابيل ذلك لأن نصيبه هو الفتاة ذات الجمال الأقل فقد أراد أن يتزوج من توأمه ولم يرضى بتلك القسمة ولحل تلك القضية هدى الله آدم إلى مخرج وهو أن يقدم كل من قابيل وهابيل قربانا إلى الله والذي يقبل قربانه سينال مراده فقام قابيل بتقديم حمل من أحب أنعامه أما قابيل فقد قدم بعضا من زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل علامة على قبول قربانه وتركت لقابيل قربانه علامة على عدم قبوله فغضب هابيل وقال لأخيه لأقتلنك كي لا تنكح أختي فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين وكان هابيل رجلا مغفور الجسم والعقل وهب الحكمة وآسر رضا الله تعالى وطاعة والديه راضيا بقسمة ربه وقد غلت نار الحسد والغيرة والحقد في قلب هابيل التي أوقدها وزاد منها وسوسة الشيطان فقام بقتل أخيه وهو نائم وبهذا يكون هابيل أول من قتل على سطح الأرض ولم يعرف قابيل كيف يواري جثة أخيه وقرر أن يحمله في جراب على ظهره حائرا ومضطربا لا يعلم ما يفعل إلى أن بعث الله غرابين يقتتلان فقتل أحد الغرابين نظيره ثم قام الغراب بعمل حفرة في التراب بمنقاره ليواري فيها جثة الغراب الآخر ويخفيها تحت التراب ومن هذا المشهد تعلم قابيل متأثرا ومستشعرا بشيء من الحسرة والندم وقام بعمل حفرة كما صنع الغراب للغراب الآخر فحفر حفرة لأخيه دافنا جثته تحت التراب ليواريها من السباع وغيره من الحيوانات المفترسة رابعا زيادة التكاثر في الأرض وهب الله لآدم شيثا بدلا من هابيل وكان شيثا رجلا صالحا ومرضيا وأعان والده آدم في نشر الدين والدعوة إلى الله وكثرت زرية آدم وأصبحت أقواما فقد كان يعيش المرء حينها مئات السنين وجاء بالأثر أن سن البلوغ حينها كان ثمانين عاما وكان من يموت وعمره مئتي عام كان يبكي عليه الناس لموته صغيرا وعاش آدم ألف عام وكان قد وهب لابنه داود ستين عاما في وقت مضى ولما جاء ملك الموت لقبضه قال له كيف تقبضوني ولما أتم الألف عام فذكره ملك الموت بوهبه ستين عاما من عمره لداود فنكرها آدم وكانت هذه أول قصة جحود بالعالم ومنها تعلم الإنسان الجحود وكما قيل أنه قبل هذه القصة كان يعرف الإنسان موعد وفاته هذا والله أعلم ولما أتم آدم الألف عام وقبض جاءت الملائكة وعلمت ذريته كيف يكون الدفن والتلحيد وعلمتهم تقوص الدفن كاملة ذلك لأن الملائكة هي من لحدت ودفنت سيدنا آدم وماتت حواء بعده بسنة واحدة في جزيرة العرب وبعد زمن آدم وحواء تكاثرت البشرية وانتشرت في الأرض وتختلف الروايات والتقاليد في تحديد عدد الأبناء والأحفاد وحسب بعض التفاثير كثر النسل آدم وحواء وانتشر في الأرض بعد مرور الزمن خامسا شيس عليه السلام شيس كان أول نبي بعث للبشرية بعد تعليم آدم له أمور الدعوة قبل وفاته وبحسب الأخبار فقد أنزل الله عليه خمسين كتابا وعاش حياته يدعو إلى الله وهو من شيد الكعبة بالحجارة والطين وكان يدعو للحلال ويبين الحرام ومع كثرة الأقوام بدأ الناس يبتعدون عن فطرة الله التي فطر الناس عليها وبدأت المعاصي تكثر فيهم وأراد الشيطان أن يضلهم فجاء إلى قوم قابيل في السهول وكانوا قوما ميالين للباطل ومكث فيهم كصبيا صغير يعمل عند أحدهم وبدأ ببث سمومه ووسوسته في القوم كاللباس غير الساتر وتبرج النساء وتزينهن وجعل لهم عيدا يختلط فيه الرجال بالنساء المتبرجات وصنع لهم مزمارا كمزامير الرعاة وكثرت جلسات السمر والمعاصي حتى جاء أحد رجال شيث من الجبال واختلط فيهم ورأى فيهم حسن جمال النساء المتبرجات والمعاصي التي يفعلونها فأخبر قومه ما رأاه ليذهبوا لرؤية هؤلاء النساء أي نساء قوم قابيل وكان وقت عيدهم والنساء متبرجات فاستحسن رجال شيث قوم قابيل واستحسنت نساء قوم قابيل رجال قوم شيث فكانوا صباح الوجوه دون قومهم فوقعوا بالحرام معا وكانت أول فاحشة في تاريخ البشرية حينها سادسا إدريس عليه السلام كثرت الفواحش بين الناس وتسرب عدد كبير من ساكنين الجبال من قوم شيث المؤمنون إلى السهول بلاد الفدنة والمعاصي حيث كبرت شوكتهم وبدأت تنشب بينهم الحروب فولد إدريس في مدينة بابيلة في العراق وكان نسلا من سلالة شيث ابن آدم ونبيا من الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى الأرض لإقامة دعوته وتعليماته للبشرية أوحي إلى إدريس وأرسله الله إلى البشرية لهدايتهم وهو إدريس بن مهاليل بن قين بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم السلام واسمه أخ نوخ وسمي إدريسا لكسرة عبادته الله وقراءته الكتب السماوية فقد عاش في زائب نشيث من تعلم الهندسة وأوحى الله إلى إدريس بمعرفة الكتابة وعلوم الفلك والنجوم وقيل أنه كان أول من علم الناس طريقة حساب الزمن وتقويم السنة ويعتقد أنه قدم كل معرفته وحكمته للبشرية فساعدهم في تنظيم أمور حياتهم وزراعتهم وتجارتهم وأكرمه الله تعالى بالدنيا والآخرة فقال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا بحيث رفعه الله إلى السماء الرابعة حيث أمر ملك الموت فقبض روحه هناك والتقى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها أثناء رحلة الإسرائي والمعراج ومن بين أولاده يذكر أنه كان لديه ابن يدعى مثلوسح الذي أعطي له حكمة الكتابة وتابع مسيرة أبيه في دعوة البشر إلى الصلاح والتقوى وتذكر المصادر أنه الجد السابع لنوح عليه السلام وهذه كانت نظرة عامة على قصص آدم وأولاده وعلى تفاصيل إضافية لحياته من خلال هذه القصص ندرك أهمية هؤلاء الشخصيات الأولية في تاريخ البشرية وتأثيرهم على التقاليد والأديان وقصصهم تعكس التحديات والصلاعات التي واجهتها البشرية منذ البداية الأزل وتذكرنا بهمية العدل والأمانة والتسامح في حياتنا نلتقي بكم بخصص جديدة بإذن الله تعالى ولا تنسوا متابعة القناة والاشتراك والشير والإعجاب بالفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة